تم في العاصمة الروسية موسكو توقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلس الشورى المفتين لروسيا الاتحادية وقع المذكرة من الجانب البحريني مع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن الجانب الروسي سماحت المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون بين الطرفين في نشر القيم السمحة للإسلام ونشر الثقافة الإسلامية والتأكيد على وسطية الإسلام ونبد العنف والتطرف وترسيخ القيم السمحة المبنية على التسامح وتعزيز السلام بين الشعوب والأديان إلى جانب التعاون المشترك في خدمة القرآن الكريم والمساجد والأوقاف والتعليم الشرعي وغيرها من الشؤون الإسلامية وعلى الصعيد ذاته افتتح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية في العاصمة موسكو المكتبة الإسلامية بالمركز الثقافي الإسلامي التابع للإدارة الدينية لمسلمي موسكو حيث استمع إلى شرح مفصل عن أعمال المركز وبرامجه وخططه المستقبلية وبحث مع مسؤولي الإدارة الدينية لمسلمي موسكو سبلة عزيز التعاون المشترك وقدم معالي مجموعة متنوعة من الكتب والمراجع العربية والإسلامية إلى المكتبة كهدية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين لتكون نواة رئيسية في هذه المكتبة آملا معالي في أن يكون فيها النفع والفائدة للجميع آملا معالي في مكتبة